للحسن الثاني صدقة متعددة مع رجال السياسة والريادة والفن نساء ورجالا بل هناك بعض الفنانين نالوا صدقة كبيرة مع الحسن الثاني من بين هؤلاء المطرب عبد الحلم حافي في هذا التقرير التاريخي نكتشف كيف قدم له الحسن الثاني الدعم الكامل فنيا وصحيا وإعلاميا وماليا لعبد الحلم حافي وبالموازات نتعرف على قصة كيف أفشل ملك الحسن الثاني سر مرض عبد الحلم حافي وكيف كان رد عبد الحليم غاضبا بشكل كبير على الملك ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى كانت للملك الحسن الثاني وعبد الحليم حافظ صدقة تجمعهم بينهما وكان حب الحسن الثاني لفني عبد الحليم حافظ مضرب الأمثال ففي سنة 1960 بعت الملك برسالة للعندلي بالأصمر قائلا فيها إلى صوت العرب يسعدنا أن نلتف حول صوتك الملئ بشجن والعمر بالألحان في حفر غنائي تقيمه المملكة المغربية بمناسبة عيد الأرش هذه الرسالة سلمها له سفير المغرب بالقاهرة أنذاك سافر فورا عبد الحليم وفرقته إلى مطار محمد الخامس ووجدت الفرقة الموسيقية سيارات من القصر الملكي بانتظارهم كل أربعة موسيقيين في سيارة خاصة وعبد الحليم والأستاذ عبد الهاب والطبيب الخاص لعبد الحليم حافظ هشام عيسى وبليغ حمدي ومجدي العمروسي وأحمد فؤاد حسن كل منهم سيارة خاصة من سيارات القصر الملكي كان عبد الحليم حافظ سعيدا جدا بهذه الحفاوة التي تلقاها من الملك الحسن الثاني وكان معتزا جدا بهذه الصداقة وغنى في هذه الحفلة أغنية ليالي العيد كلمات محمد حمزة وتلحين بليغ حمدي وبعد الحفلة أصيب عبد الحليم حافظ بالنزيف فأصدر الحسن الثاني أمره بنقله إلى مستشفى ابن سين العسكري وأمر طبيبه الخاص بأن يشرف على علاجه وتوافد على المستشفى المئات من المواطنين المغاربة للتبرع بالدم لعبد الحليم حتى قال حينها من شدة دهشته بعد ذلك أنني أصبحت مواطنا مغربيا تجري في عروق الدماء المغربية وبمجرد ما استطاع العندليب استرجاع بعضا من قوته أمر الملك بأن ينقل بطائرته الخاصة إلى أكبر مستشفى بباريز فرنسا تليفونيا أكبر اختصاصين في فرنسا وكان اسمه البروفيسور سارزان وأوصاه بنفسه على عبد الحليم حافظ وأمر أن تكون كل نفقات المستشفى على حسابه الخاص وفي المستشفى زاره أحمد العرق رئيس الغزراء المغربي للإطمئنان عليه في ذلك الوقت في زيارة رسمية لفرنسا وبمجرد ما استرد عبد الحليم صحته عاد إلى مصر وأدلا في المطار لحديث للصحافة ذكر فيه موقف الملك الحسني ثاني منه وعبر له عن امتنانه وشكره للملك وللأسف كان تصرف عبد الحليم حافظ كرد فعل عكسي تماما لدى الملك الحسني الثاني حيث غضب بشدة وأرسل خطابا شديدا لهجة للملك يعاتبه على نشر موقفه ومرضه حيث أن هذه الأمور كان يفضل أن تبقى سرية بين الملك وبين عبد الحليم لا يعلمها إلا الله لكن حسب المصادر التاريخية فإن تصرف الملك كان على أساس الصداقة التي تجمعه بعبد الحليم حافظ وأن المقربين من الملك هم من شهدوا اهتمام الملك صحيا بعبد الحليم حافظ وهم من أفشوا خبر مرض عبد الحليم حافظ إلى الصحافة وهم من شهدوا اجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر